السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم محلقة جديدة من جوجل معي. النهاردة هنتكلم عن اه مباراة في اه تصفيات اه كأس العالم اه عن اه قارة اه اسيا وهي مباراة منتخب الكويت ومنتخب قطر. اه المباراة دي في الجولة الربعة من المجموعة الاولى اللي بتضم كلها من قطر وافغانستان والهند والكويت. وانتهت احداث هذه المباراة اه بفوز منتخب قطر خارج الديار على منتخب الكويت بنتيجة اتنين واحد. منتخب الكويت لعب بطريقة اربعة واحد اربعة واحد اما منتخب القطري فلاعب بطريقة اربعة تلاتة اتنين واحد. تدى منتخب الكويت المباراة بتشكيل مكون من اه سليمان عبدالغفور اه اه رقم اتنين وعشرين في حراسة المرمى. خط الظهر عندنا اربعة ناحية الليمين راشد الدسري رقم تلاتة وناحية الشمال اه سلمان اه برمية رقم اربعة اشر. ولعب باتنين قلبة فاع حماد الحربي رقم اتناشر وحسن العنزي رقم اتنين. ولعب بامامهم بآ خالد ابراهيم رقم اربعة ولعب باربعة في الخط الامامي آآ رضا هاني رقم خمسة ومحمد دهام رقم تسعة وفيصل الحربي رقم عشرة وآآ آآ عزبي آآ شهاب رقم تمنتاشر. ولعب برأس حربة آآ وحيد هو يوسف ناصر رقم عشرين. اما منتخب قطر فابتدى مباراة بتشكيل مكون من مشعل برشم رقم اتنين وعشرين في حراسة المرمى خط الظهر عندنا اربعة ناحية اليمين جاسم جابر رقم تمانية وناحية الشمال همام احمد رقم اربعتاشر. ولعب باتنين قلبة فاع طارق سلمان رقم خمسة ولوكاس منديز رقم اتناشر. ولعب باتلاتة آآ امامهم آآ عبدالله آآ الاحرق رقم آآ ستاشر. والمعزة عبدالله رقم تسعتاشر. واسماعيل محمد رقم آآ سبعتاشر. ولعب باتنين في الخط الامامي احمد فتحي رقم ستة. واكرم عفيف الخطير آآ رقم عاشرة. ورأس حربة صريح احمد الراوي رقم تلاتاشر. يمكن المباراة ابتدت آآ آآ حماسية كده من الفرقتين. المباراة نقدر نقول الشوت الاول كان سجال بين الفرقتين. هجمة هنا وهجمة هنا. ففي آآ آآ يدوس على كرته كده ناحية اليمين. ومن على حدوب منطقة الجزاء. يشوت صاروخ آآ على آآ شمال الحارس. يتير الحارس ويطلعها بصعوبة جديدة جدا دربة رقمية. ويضيع آآ آآ اول هدف آآ في المباراة لمنتخب الكويتي في الديئة الخمسة. بعدها في الديئة التمنى آآ منتخب القطري هجمة من ناحية اليمين عن طريق آآ آآ اكرم عفيف. اللي يمررها تمريرة سحرية لآآ اسماعيل محمد داخل آآ منطقة آآ الجزاء. اللي يشوتها قوية آآ بيمينه على شمال الحارس اللي يطلعها بصعوبة جديدة جدا آآ ركنية ويضيع هدف مؤكد للمنتخب القطري في الديئة التمنى. بعدها في الديئة العشرة هجمة لمنتخب الكويتي زي ما حضراتكم شايفين كده هجمة هنا وهجمة هنا آآ هجمة من المنتخب الكويتي من ناحية الشمال عن طريق آآ عزبي آآ آآ سهام آآ اللي توغل وشاط صاروخ آآ آآ ارض على شمال الحارس مش على البرشم اللي يطير ويطلعها ويضيع هدف مؤكد للمنتخب الكويتي في الديئة العشرة. بعدها في الديئة ستة وعشرين هجمة للمنتخب آآ القطري هجمة من ناحية آآ الشمال خطيرة عن طريق آآ اسماعيل آآ محمد اللي يلعبها عرضية على القائم البعيد آآ ولكن يطلعها آآ دفاع منتخب كويت آآ آآ خالد آآ ابراهيم ولكن يطلعها وحشة قوي تروح على حدود السيكس يارد آآ 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 ليه آآ المعز عبدالله المنطلق من الخلف الامام اللي على طول يحطها ببطن رجله اليمين كده ولكن يطلعها تاني آآ آآ خالد ابراهيم ركنية ويضيع هدف آآ مؤكد للمنتخب الكاتري. في الداية تسع آآ في الداية تسعة وتلاتين منتخب الكاتري يمكن آآآ آآ اضاع آآ كرة في الشوت الاول ضربة ركنية من ناحية آآ الشمال على التنفيذ اكرم آآ 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 عفيف اللي مررها وسيارة كده ليه عبدالله الاحرك اللي يلعبها عرضية نموزجية بشماله داخل منطقة الجزاء تروح لي آآ آآ جاسم الجابر آآ اللي آآ يرتقي فوق الكل وهيحطها كده زي الفل آآ رأسية على يمين الحارس اللي يطلعها بطراطيف الصوابع ويضيع هدف آآ مؤكد للمنتخب القطري وتنتهي احداث الشوط الاول بنتيجة التعدل السلبي بما بين منتخب قويت ومنتخب قطر بدون اهداف. عايزين نقول ان الشوط الاول زي ما احنا قلنا كده كان سجال آآ بين الفرقتين ولكن المنتخب القطري كان اخطر وكان اكتر آآ فعالية على المرمى من المنتخب القويتي الشوط التاني يمكن آآ آآ ابتدى بقى الامور تختلف شوية ابتدى منتخب القطري يمسك كورة على منتخب القويتي ففي الديئة تمانية وخمسين هجمة خطيرة من ناحية الشمال عن طريق حامل الاختام آآ اكرم عفيف اللي يمررها آآ عرضية ارضية داخل آآ المنطقة لآحمد آآ الراوي اللي آآ انفرد تماما بالحارس آآ آآ سليمان عبدالغفور يرقص الحارس سليمان عبدالغفور حارس مرمى منتخب القويت آآ على شماله ويحطها بشماله آآ قوية ولكن آآ يطير آآ الحارس آآ سليمان عبدالغفور ويطلعها آآ ركنية ويضيع هدف مؤكد للمنتخب القطري في الديئة تمانية وخمسين بعدها في المنتخب الكويدي في الديئة تسعة وستين آآ آآ اضع هدف مؤكد هجمة خطيرة من ناحية الشمال عن طريق آآ محمد دهام اللي انطلق وآآ داس على كورته وآآ دخل منطقة الجزاء بسرعيته كده وانفرض بالحارس آآ آآ داخل منطقة الجزاء ناحية الشمال آآ يركنها كده كله توقع انه هيحطها بيمينه على شمال الحارس ولكن شطها جميلة في الزاوية الديئة ولكن تمر بجوار القائم الايمن للحارس آآ بمليمترات ويضيع هدف مؤكد لمنتخب القويت حتى جاءت الديئة سبعة وسبعين وجاء معها الهدف الاول للمنتخب القطري آآ هجمة منظمة آآ آآ ليه المنتخب القطري من ناحية اليمين آآ تروح ليه آآ آآ بينية كده ليه اقرم عفيف داخل منطقة الجزاء اللي مررها عرضية ارضية برازلية جميلة تعدي من الكل وتعدي من الحارس والدفاع على القائم البعيد آآ ناحية الشمال ليه المعايزة عبدالله المنطلق من الخلف الامام اللي يحطه على طول لمسة واحدة بيمينه في المرمى الخالي محرزا الهدف الاول لمنتخب القطري يتقدم المنتخب القطري على منتخب القويتي بنتيجة آآ واحد لشيء بعد سبعة وسبعين دقيقة من عمر المباراة بعدها قلنا يمكن المباراة انتهت ولكن المنتخب القويتي فجئنا بعدها بدقتين وبالتحديد في دقيقة تسعة وسبعين باحرازه هدف التعدي هجمة من ناحية اليمين آآ تروح ليه عيد رشيدي البديل النشيط داخل منطقة الجزاء اللي يلعبها عرضية نموذجية من داخل منطقة الجزاء آآ آآ ليه آآ مشعل آآ آآ ليه آآ محمد دهام اللي يرتقي فوق الكل ويحطها رأسية جميلة على يمين آآ آآ حارس مرمى منتخب آآ قطر آآ مشعل برشم ليه آآ يتعادل المنتخب الكويتي مع المنتخب القطري بنتيجة واحد واحد بعد تسعة وسبعين دقيقة من عمر المباراة ولكن آآ بعدها آآ بدقيقة آآ قدر منتخب آآ القطري انه يخلص المباراة وبالتحديد في الديئة تمانين هجمة آآ ليه منتخب القطري آآ من ناحية اليمين عن طريق آآ جاسم الجابر اللي يسقط ها جميلة جدا آآ من فوق الدفاع كده آآ ليه المعزة عبدالله آآ داخل منطقة الجزاء اللي انفرض بالحارس آآ 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 سليمان عبدالغفور اللي آآ يمكن آآ استغل كده انه هو انطلق آآ ناحية الكورة واندفع كده وخرج من مرمى لمحو خارج من مرمى حطها ببطن رجله من فوق الحارس سليمان عبدالغفور آآ في آآ المرمى محرزا الهدف التاني للمنتخب القطري ليفوز المنتخب القطري على آآ منتخب الكويت في عكر داره بنتيجة اتنين واحد وآآ يعني آآ يبقى آآ اول المتآهلين من المرحلة التانية بتصفيات آسيا آآ آآ تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا بهذه النتيجة يصبح ترتيب المجموعة آآ الاولى كالآتي عندنا آآ في المركز الاول المنتخب القطري بالعلامة الكاملة آآ اتناشر نقطة من آآ اربع مباريات يليه المنتخب الهندي آآ اربع نقاط آآ في آآ في مركز التاني من اربع مباريات ثم المنتخب الافغانستاني في المركز التالت من آآ اربع نقاط من اربع مباريات ولكن فرق الاهداف لصالح المنتخب الهندي ثم في المركز الاخير آآ آآ يعني مركز لا يليك تماما بالمنتخب الكويتي آآ تلات نقاط من اربع مباريات آآ دي كانت اخر حاجة معنا النهاردة نلقاكم في حلقة قادمة من جوة جوة مع يحياء والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته